أسعد الله صباحكم مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم معنا في عدد جديد ومتجدد في رحب الجامعة كما سلف الذكر زملائي الحديث في هذا المقام العلمي سيكون حول الصالون الوطني للتشغيل والذي أصبح أو شكل حدثا حاسما في طبعته السابعة يعود هذه السنة بموضوع أو شعار المؤسسة الناشئة الطريق أو النجاح عن طريق الابتكار يندرج الموضوع المنتقى لأهميته البالغة والتي توليها الجزائر دائما خارج قطاع المحروقات وكبديل أيضا للاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الشباب المتحصل على شهادات على ممارسة نشاطات مبتكرة في قطاعات أولية لتكون بذلك مدرة للثروة والقيمة المضافة هنا تطرح مجموعة من التساؤلات برزها هل حقيقة استطاع الصالون الوطني للتشغيل أن يحقق حلم الظفر بشغل إلى أي مدى وفقت الوكالة الوطنية للتشغيل الشباب في دعم تحفيز الشباب بما فيهم خريجي الجامعة ودمجهم مع احتياجات السوق سنة 2018 تحمل توقعات بتوفير مناصب شغل فما هي أبرز الأليات والميكانيزمات التي تبنتها الوكالة الوطنية للتشغيل في تحقيق هذا المسعى ما أبرز الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن وماذا عن مسعى الجامعة في ترسيخ روح المبادرة المقاولتية في الجامعة هي أسئلة وأخرى نحاول بالتحليل والنقاش الإجابة عنها مع ضيوفنا الكرام حيث نتشرف بحضور كل من البروفيسور موسى بوكريف هو مدير دار المقاولتية بجامعة عبد الرحمن ميرا ببيجاية صباح الخير سيدي صباح الخير شكرا على فيها شكرا تحضر كذلك معنا السيدة بن سليمان مونيرا وهي رئيسة الوكالة الولائية للتشغيل بولاية تيبازة صباح الخير سيدتي صباح الخير شكرا لكم على الاستضافة شكرا تحضر كذلك معنا الأستاذ ساميرا جايدر وهي المديرة العامة للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب صباح الخير سيدتي صباح الخير ونشكوكم على هذه الدعوة شكرا إذن مشاهدين الكرام في هذا المقام الحديث سيكون بأكثر تفاصيل حول صالون الشغل 2018 بوادر مهنية جديدة ابقوا معنا والبداية ستكون معكم الأستاذ ساميرا جايدر ككل سنة يحل علينا صالون الوطني للتشغيل يعني ككل سنة ينتظره الجميع باعتباره قبلة ووجهة الشباب بما فيهم خريجي الجامعة ربما نتكلم أو الملاحظ اليوم أن الصالون حمل في طياته بوادر مهنية مميزة كما لاحظها الجميع قراءتكم كحصيلة أولية لهذا ساميرا جايدر شكرا يعني حبيت نذكر بك أن الصالون الوطني اللي تشغيل طبعة هذه السنة هو تحت شعار المؤسسة الناشئة النجاح بالابتكار وشاركوا يعني حاولت المئة مؤسسة مصغرة شاركت في هذا الصالون مئتين منها أنشئت عن طريق جهاز الوكالة الوطنية دعنا تشاري شباب أنساج ومئة مؤسسة مصغرة أنشئت عن طريق جهاز لك ناك وفي المئتين مؤسسة مصغرة كانت هناك خمسين مؤسسة مصغرة أنشئت عن طريق الشباب اللي كان مغترب يعني مقيم خارج الوطن الجالية الجزائرية الجزائرية المقيمة في الخارج واخدأت بعين اعتبار هذه الأجهزة ودخلت إلى أرض الوطن وقامت بإنشاء مؤسسة مصغرة في مختلط في ناجلات وكانت حاضرة معنا في هذا الصالون الوطني لتشغيل خصوصيته أستاذ عظمار خصوصيته على حساب الشعار دياله هي المؤسسة الناشئة سيلاستارتوب وهنا في هذا الصالون شفنا كانت عينة يعني عينة فيها تتمية مؤسسة مصغرة وكانت يعني تنشط في مختلف المجالات يعني لستارتوب نشفناها باللي ما رهيش غير في التكنولوجيات وإنما لستارتوب نلقاوها في مختلف القطاعات وفي مختلف المجالات وفي الصالون الوطني اللي تشغيل يعني لزيدة بروجيت تعلاجين كانت هناك مئة وخمسين نشاط يعني كي نشوفوا في الصالون ما كانت نفس الأنشطة اللي كانت عارضة في هذا الصالون يترجم حالة الوعي أستاذة حالة الوعي وحالة يعني لجون ألجيريين يعني رجعت ما عندهمش نفس الميول في نحو النفس النشاط يعني هناك تغيرت الذهنيات كل يعني شاب كان حامل لفكرة مشروع وجسدها في الميدان عن طريق أجهزة الدعم لوضعتها الدولة وهذا اللي نشوفه يعني اللي حبينا نوصله للشباب الجزائري والشباب الزائر للصالون أن كل إيدي بروجيت تقدر تتجسد في أرض الواقع عن طريق أجهزة الدعم لوضعتها الدولة وكان حضورتنا في هذا الصالون هو أننا باش نقولوا للشباب الزائر أننا الأجهزة الدعم راهي هنايا باش ترافقهم في تسيد أفكارهم في الميدان وأيضا كانت الحضور تعلاميزة الدولة في الصالون باش نوريو للشباب للزائر الجامعي أن تواجد الجهاز على مستوى الجامعات هو أننا نربح الوقت للشاب الجزائري قبل ما يتخرج أنه يروح لكي أصدر والمقاولاتي يعني نربط فقط في سياق حديثك عن ترسيخ الفكر المقاولاتي ترسيخ المبادرة المقاولاتية يعني اليوم الجامعة ليست بمنأة عن هذا الفكر ليست بمنأة عن هذه التطورات الحاصلة في المشاريع المقاولاتية نربط صورة مباشرة مع الأستاذ بوكريف تحدثت الأستاذة في قراءتها عن نقطة جد مهمة وهي ترسيخ الفكر المقاولاتي بالدرجة الأولى الملاحظ اليوم من خلال الأرقام الإيجابية المحققة أن الوعي المقاولاتي ترسخ حقيقة في ذهنية الشباب أو طالب الجامعيين وخير دليل على ذلك ربما أنتم تحتوون على دار المقاولاتية وهو ما تعتمده جل المؤسسات الجامعية اليوم ربما نتكلم عن هذه النقطة بأكثر التفاصيل أستاذ مسعى جامعة بيجايا وعبد الرحمن ميرا دائما قائم مشاريعكم في هذه النقطة أستاذ شكرا سؤال بيجايا 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 كيف يمكن أن أعرف القدرات التي تتعوه هذا هذا c'est un ول لكن المؤسسات dont je vais parler c'est un travail على الإنسرش أو طالب أو إعطاء القدرات التي تتعوه المقاول هو يبدأ في دول في سنوات الأول الجامعية حتى في في وفر الأمور والمعار التي تتعوه لتعطي 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 الملاحظة أستاذ بيجايا أن تجدر الإشارة أن جامعة بيجايا كانت تجربة رائدة جدا هي أول من احتضان الصالون الشغل نصنع لحادية عشرة التي سنشهد لحادية 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 تجربة 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 لا تجربة ترجمة نانسي قنقر ونقول أستاذ بوكري في سياق الحديث فقط أن الطالب الجامعي اليوم ربما كنا في سنوات الماضي نعيش ونرى ولكن يبدو جالية للعيان أن الطالب الجامعي كان ربما يعيش حالة الخوف أنه ربما يدير مشروع يعني يقول لك يقول ربما لا أستطيع نجاح فيه وكان يعني في نقطة الإتكال فقط رسادة بوكري Je vais vous donner des résultats d'une étude que moi-même j'ai dirigé un doctorat dans ce sens Nous avons fait une étude sur les intentions entrepreneuriat entre trois pays l'Algérie, la Tunisie et le Maroc et le doctorat va se tenir incessant son doctorat On a été agréablement surpris de trouver qu'en réalité chez l'étudiant algérien et il y a cette envie de créer mais il y a un obsèque psychologique donc par rapport au Tunisien au Maroc l'intention d'entrepreneuriat existe mais c'est le passage à l'acte qui présentait un problème donc un problème psychologique les gens ont peur de l'échec ont peur aussi de la bureaucratie donc le rôle de la maison d'entrepreneuriat أيضاً مليحة لديك أدركي بعض الأشخاص يمحرون جديد بإجراء الشعور يتكير في أفضل لأنهت تتوسط أعطائها على عدة دائرة والإبقاء كانت تقريباً كانت تتكريباً إلى 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 أنت إنه يوجد فريطة ويسافة تطوير مكواما المترجمون انهي تتبع على الجسد خيرا سبحاني دائما اتشمت جزعب على الجسد لا يمكنكثني أن تفعل Little House الا могуد الشيخ تضيف أنها فتحها لا 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 ، ستبقها ستبقها فتحها ستحضرت لكي تذكره أنها نتخل الطبيب ستبقها إني أيضاً استغلاق هذا ستبقه ستبقه اليوم ثامور أولاً انه في العام وقت من السنة ستبقه ستبقه إذن الأراضي يجب أن نقوم بإمكانك التفاصيل شكرا جزيلا سنعود بأكثر تفاصيل هذه النقاط شكرا جزيلا نعود إليك لوسادة بن سليمان على الضوء كل ما أشار إليها ضيوفنا الكرام نقول بالموازات أنه سنة 2018 تحمل توقعات بتوفير مناصب الشغل وهو الهاجس الشباب هاجس الجامعيين بالدرجة الأولى نقول أنه هذه الأرقام لرهي محققة مؤخرا أعطت نتائج إيجابية أعطت ميكانيزمات أن الجزائر تسعى لتنويع اقتصادها خارج الاقتصاد المحروقات ربما ما هي أبرز الآليات التي تبنتها وكالة الوطنية للتشغيل فيما يخص هذه النقطة في توفير مناصب الشغل للشباب بما فيهم حاملية المشاريع الناشئة شكرا سيدتي بالنسبة للوكالة الوطنية للتشغيل بركة نحب نذكر ونحن نشهد ونتكلم على فعاليات الصالون الوطني للتشغيل في طبعته السابعة 2018 الوكالة الوطنية للتشغيل كانت حاضرة بقوة عن طريق وكالة منشطة من خيرة مستشاري التشغيل كانوا من المستوى الوطني ومهمتهم الأولى أنهم يكونوا في خدمة المواطن كانت هناك في الصالون وكالة بيئتا تنشط من 8 حتى 5 الوكالة هذه الوكالة هذه مهامها أنها تستمع إلى طالب العمل وكانت كذلك معها مرفوقة بلاسيلول ديكوت خلية إصغى لانشغالات المواطنين عبر 48 ولاية وينما كان عندك الانشغال يسجل ويتصل برئيس الوكالة لتابع هذا الانشغال حتى يقوم دراسة الحالة وتكفل بهذه الانشغال إذن الوكالة الوطنية للتشغيل ممثلة بوكالاتها عبر الوطن ونحن نعطيك عين من ولاية تيبازا نحن مهامنا كمرفق عمومي مهمته الوساطة بين عرض العمل الذي تقدمه المؤسسة المستخدمة وبين طالب العمل المسجلين ضمن بطقيات في الوكالات التشغيل عبر 48 ولاية نحن ننشط كوسيط بين عرض العمل وبين طلب العمل هنا لازم نذكر ولازم نقف قليلا لأن المؤسسة هي خالقة المنصب العمل هنا اليوم بصد الحديث عن المؤسسات الناشئة في أطاع أجهزة الدولة نعم نعوّل عليها إذن هي في معادلة التشغيل تعتبر بالنسبة للمواكالات التشغيل لأنها هي من تخلق منصب العمل نحن ما نحن إلا كوسيط يتوسط بينها وبين طالب العمل يمسجل عنا ويستنى في الحظي بمنصب عمل وهذا طالب العمل الذي نقول لك من لا دون مستوى حتى المتحصل على شهادة الدكتوراه لدينا طالب العمل مسجلين على كل الفئات وحسب آخر الإحصائيات تقول أن مطلع هذه السنة شهدت طالبات عمل مميزة ومشجعة كذلك أستاذة بن سليمان نعم سيدتي قلت لك لدينا في بطاقيات طالب العمل عبر المستوى الوطني كل المؤهلات حتى من لا دون مستوى وفي الوكالة الوطنية للتشغيل لدينا حاليا هناك ثلاث وكالات أنشئت مؤخرا في وليات الجزائر ووهرن ووسطيف ما يعرف ب الأجونس دي كادر هذه الوكالات مهامها أنها تتكفل بسيرات ذاتية للكوادر المتحصلين على شهادات عليا وتقوم بإدماجها ولا توجيها نحو عروض العمل المقدمة من المؤسسات الكبرى لغران كونت لذلك لدينا تكفل بكل طالب العمل لا لدينا فئة معينة هذه واحدة بالنسبة لأفاق أو بالنسبة إلى ما تحمله 2018 من حضوظ ومن عروض عمل إلى طالب العمل هذه تختلف من ولاية إلى أخرى حسب كل خصوصيات الولايات يعني خصوصيات المنطقة في حد ذاتها خصوصيات المنطقة والولاية مثلا نعطيك مثال على سبيل المثال نحن تيبازا فهي ولاية سياحية بامتياز كذلك مؤخرا حتى كنت شوفي الإحسائيات لعنة 2017 وحتى بداية الثلاثة الأول من 2018 أنها بدأت الفلاحة تعرف قفزة جيدة وحتى قطاع الصياحي بدأوا يعرفوا قفزة جيدة في ولاية بازا حتى أنهم يعني في الترتيب للسكتور القطاعات المسجلة لعروض العمل والتي نصبت نسب كبيرة في 2018 وفي أول ثلاثة الأول من 2018 هو القطاع الصناعي الاندستري يليه الخدمات ثم الفلاحي ثم السياحي يعني رهي الفلاحة تنشط يعني عروض العمل يعني متوفرة تختلف من ولاية إلى ولاية بالطبع إلى خصوصيتها لكن عندنا كذلك مستشاري تشغيل رهم في التنقيب يوميا في التيران في الميدان للتنقيب على عروض العمل التي يعني من خلالها وهذه عروض العمل كما تعلمين الوكالة الوطنية كذلك عرفت يعني تطور كبير من خلال عمل على هو لما يجينا عرض العمل يتسجل بطريقة آلية وهو من ينطقي المؤهلات والكفاءات التي تتوافق مع عرض العمل كما أن حاليا طالب العمل ما هو مشبر بشيروح الوكالات ويرى واقعة في محل سكنها حتى يسجل ولا حتى يبحث عن عرض عمل حاليا عندنا يعني ما يعرف ب الانسكريبسيون أونلاين يعني هنتكلم بها هكذا لأن طالب العمل ولادنا طالب العمل عن بعد وما عليه إلا يعني وين يسجل عن بعد عنده الحق يطلع على عروض العمل المسجل أو التي تتوافق معهله ومن خلالها يجي يثبت التسجيل تعوفي الوكالة المحلية الواقعة بمقر سكنها يعني وهذه الأمور كلت يعني بفضل تطوير الخدمات التي عرفت الوكالة الوطنية للتشغيل ترافق نحن 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 نرى أن الجهاز يعتبر آلية مهمة جدا في دعم ومرافقة الشباب وهو كما سلفت الدكر الأستاذ بن سليمان يعتبر واسطة مهمة جدا في ربط جسور العمل بدرجة نعم سنعود إليكم حتى أكثر من هذا نعتبر أن حاليا طالبي العمل لا نكتفي بأنه نعرض عمل وسجل ونوجه رح المؤسسة عن طريق بكشف عمل أو بلاتر دوريونتاس رح المؤسسة حاليا كل الوكالات المحلية أسبوعيا تقوم بورشتين أو ثلاث من خلال هذه الورشت نقوم بتلقين وتعليم طالبي العمل كيفية تحرير السيرة الذاتية كيف يتحصل على عمل منصب عمل كيفاش البحث عن منصب عمل الكيفيات وكذلك أكثر من ذلك النقطة الثالثة عنا ورشت عمل أنه كيف يتقن المحادثة المهنية كيروح للمؤسسة الحوار المباشر ما هو الحوار الذي مكنوا وما هي الأسليب التي تمكنوا من الحصول على منصب العمل التي تقدمت به المؤسسة من خلال العرنة أستاذ بن سليمان نعود إليك أستاذ جايدر دائما في الحديث عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب الذي يعتبر هاجس الشباب اليوم في الضفر بشغل وبوظيفة درجة الأولى نقول أن الدولة الجزائرية أو الجزائر بصفة عامة أولت اهتماما بالغا من خلال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي هي الأخرى تقوم بجهود مبذولة تبدل هنا وهناك في تطوير هذا القطاع على أرض الواقع من خلال وربما من خلال جملة هذه الإجراءات التي تقوم بها هناك امتيازات يعني توفرها أو يوفرها توفرها هذه الوكالة لو نتكلم عن أبرز هذه الامتيازات التي تقدمها وكالة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أستاذة جايدة نعم يعني فيما يخص الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يعني هي رأي في تطوير ونحن هذا الجهاز تجور يعني نحن نحن تدابة الوكالة على الجوتيران كما سوى برقبار البروموتور يعني أو لجن أو كما سوى برقبار الإيكونومي هذا كنقطة أولى ثانيا نشوفه بالجهاز الوكالة اليوم رأيه معصر يعني عصرناه على حسب متطلبات الشباب حتى أنكم كنتم بتوفير أرضية عن بعد نعم هناك الأرضية عن بعد هي في الخدمة سارية المفعول وين الشاب اليوم ما يتنقل إلى الملحقات على الوكالة أنه يقدر يسجل نفسه في مكان قامته أو في المنزل وهذه الأرضية مفتوحة يعني يعني ما رايش محددها في التسجيل في أوقات العمل تعنا يعني بعد يسجل نفسه الشاب ويتحصل على امتيازة هالجهاز وهذا شيء نحن نحب نسهلوله لكي تحصل على امتيازة هالجهاز وأيضا هناك تاني بلاتفورم محتوقة في الميدان رايش يعني تشتغل هي يعني في السابق يعني الشاب باش يتحصل على معلومات يعني الملف دياله أنه لازم يعني يسجل بلاس ذار لزانيكس دوانا اليوم الحمد لله الشاب يعني في المكان المقيم أنه على طريق البلاتفورم هدية يتحصل على كل المعلومات فيما يخص المشروع دياله وليت تحصل لزانيكس هذا يعني هذا يسهل يعني في سياق حديثك هناك نقطة تجدر الإشارة إليها أنه كذلك من جملة هذه الامتيازات ربما تشاطرين رأي أنه الملف الإداري الذي كان يشكل عائق كبير جدا بالنسبة للباحثين عن مشروع بدرجة الأولى أن نتقلص أستاذة جيدان ليس كذلك نحن تجدر الإشارة فقط للمشاهدي كريمة اليوم بطاقة لم يقدم الملف الملف يقدم الشاب ملف الإداري والمالي يقدم الشاب إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة باش نطلب من الشاب أنه يقدم الملف الإداري وهذا يعني نربحه للوقت وأن للشباب الملف تتحهم وليس مشاريع تحهم ما تحصلوش على موافقة وعليش نطلب له الملف قبل الموافقة هذا كأول إجراء دارت الوزارة العمل وتشغيل ضامن اجتماعي عن طريق أجهزة الدعم وأيضا هناك تسهيلات فيما يخص الموافقات البنكية يعني الحصول على الموافقة البنكية اليوم الشاب ما شهو اللي راح يتصل بالبنك يعني البنوك هي سينو بارتونار سيطال اتفاقية التي ادرجت مؤخرا مع خمس بنوك سنتعلم هما يصنعون إليكم هما يصنعون الممبر الكميتي au niveau local يعني عن طريق هذه اللجنة والبنوك الخمس الخمومية هي اللي راح تقول شكون فيهم اللي حتتكفل بملف الشاب ولا بمشروع الشاب والمدة يعني يعني الموافقة البنكية الشاب هي شهرين ما يطلبش وقت كبير باش البنك يعني باش ترجع له رد عن طريق البروجي ديالو هاد سيهلة تقعد درناها وهنا نربح الوقت للشاب باش ينشئ مؤسسة مصرارة وإيضا الاتصال يراؤ عن طريق لنت ان قاد يقدر يتصل لنا عن طريق لنت ويقوم يرغل البروblem وأيضا هناك بلاتفور درميز ريزو ديالو وهذا الأرضية تسهل للشباب المقاول لانشئ مؤسسة مصرارة عن طريق للجهز أنه يتصل في الاتصال بالمؤسسة الأخرى وهذا يسهل لهم أنهم باش يدخلوا في المناولة ويدخلوا في شراكة وهذا وأيضا بالنشبع لالسيطويا يمكن ان يكون تسهل هذه ويتحصل على السيف للجن الإررارة في الانساج وعلى ضوء هذه المؤشرات نقول كما سلفنا دائما ذكر أن الوعي يزاد مؤخرا هل ترون ربما بلغة الأرقام أن هناك حقيقة قفزة نوعية على إقبال الشباب بما فيهم الطالباء الجميعيين على انساج سنوذة كان تخوف ربما تخوف جنرال الاجتماعي الاجتماعي يذهب إلى المنصب الشغل يذهب في الانام وإحنا اليوم الحمد لله الانام ننا ننا نشوف على تتل نشوف باللسط الزمان المنظر على الانام وانا نتصنب بكل الشباب الذين سجل عن طريق الانام ونجل معهم دوارات تكوينية ونجل لسيس لسيس الان للأجم لسيس الانام الانام حتى أنه جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدياي بي يعطي حق لكل شاب أنشأ مسأسسته الخاصة في توظيفين منصبين في إنشاء المؤسسة في بداية نشاطها عنده الحق أنه يوظف من خلال جهاز المساعدة الإدماج المهني وأنت تتكلمين فقط أستاذ بن سليمان تجدر الإشارة إلى نقطة جيد مهمة نقول أن الطالب لما يلتحق الشاب الجزائر بصفة عامة بما فيهم ونحن في حصة علمية بما فيهم طالباء الجامعيين أنه لما يتحصل على وظيفة من خلال جهازكم لا يعرف حقه أستاذ لا يعرف ربما حقوقه حقوقه المنوطة بها ربما تقضيت الأبرز الآليات التي تنص عليها اليوم بالنسبة للطالب لها ويتحصل على عمل من خلال جهازكم أستاذ بن سليمان سيدتي كما تعلمون نحن ننشط وفق نظامين يعني التوظيف من خلال النظام الكلاسيكي وين تكون أجر المنصب على عاطق المؤسسة بكامله ونظام للإدماج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني هنا الشاب هذا القائم ونظرة ربما غائبة جدا في هذه النقطة أستاذة هو شوف الشاب في النمطين يعني لما يتوجه ويتوظف من خلال النمطين هو يخضع إلى النظام الداخلي للمؤسسة يخضع إلى النظام الداخلي بكل يعني بنوده ما يتفرقش على بلك الشباب ما عندوش المعلومات الكافية ولا كان بعض المؤسسات يعني نقولوها من هذا المنبر فيما مضى مشي حاليا تغيرت النظرة صدقين يعني نحن رأنا في الميدان يوميا في منقولش مراقبة في معاينة لهؤلاء الشباب خاصة مدمجين في جهاز المساعدة على الإدماج المهني رأنا نمشيولهم المستشارين ونحن يوميا نشوفوا حالتهم تغيرت النظرة فيما سبق كان يقولك ربما ما هي عبر حقوقه حقوقه رح نقولك نقطة مهمة يعني والشباب من يسمعوا فينا يعرفوها هذه وشتكاومنا فيما مضى يقولك كين تمييز يقولك هداك هو دي اي بي وهداك راوريك ريتي دون كادر كلاسيك كان شوية تفرقة كان شوية تمييز لكن حاليا ونقولك باللي أغلب المؤسسات خاصة في القطاع الأمومي مؤسسات الدولة يعني الجماعات المحلية البلديات الدائرات المستشفيات الجامعات أكبر يعني عطاءتوا أو راهم راضيين على المدمجين لزان سيري دي اي بي اللي راهم راضيين على أداءاتهم أكثر من المتوظفين المرسمين ورهم يعني نسبة كبيرة قاموا بترصيمها لأنها أثبتت كفاءتها وآخرا يعني نقولوها يعني يعرفوا سيدتي باش تقولي باش نكون معاك الشباب حاليا قبل ما يكيروحي باش يمضي يتمظالوا لكونترا دي اي بيتيعو باش عنده لأنه كما تعلمين جهاز مقسم وسير من وكالات التشغيل وبين مديريات التشغيل في شقه المالي قبل ما يجي يأخذ الكونترا تيعو سيني يسأل كل الأسئلة اللي تجيه في باله كونك مستشاري التشغيل ورهو كونترا بكل بنود وهذا عقد العمل تعد دي اي بي ما عندوش ما يقدرش كيروح للمؤسسة يكون على باله ما لديه وما عليه حق واجباته في المؤسسة هذه لكن بعض المؤسسات فيما مضى كما قلتك كانت تقوم تفرق هذا دي اي بي وهذا كلاسيك وكان نقطة ثانية نقولها لأنهم حير الشباب وحيرت بعض الشباب ونحن ما نريد أن نترجم ربما ترسيم الإشكال القائم ربما أنه جميل أن يعني أن يكون الشاب الجزائري وحتى الطالب يعني بدراية تامة عن ربما أبرز الحيتيات والخواليس والله سيدتي للتوضيح وللأمانة هناك يعني انشغال كبير لدى شبابنا لمدمج في جهاز المساعدة على الإدماج المهني لدي اي بي وني يقول لك عندي سنوات إدماج وما زلت ما ترسمتش إذن أنا في وينما كنت معاكم قلناها هذه الكلمة هو كان على المؤسسات أنها لما توظف من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني هو عرض عمل ككل العروض كان لابد عليها أن تدرس احتياجاتها الحقيقية لأنه لماذا هذا المدمج خلال ثلاث سنوات شوفي له بعد ثلاث سنوات أو بعد ست سنوات ستنبوست تعالي دي بار رترات تعالي دي بار مالادي دلانق دوري يهيقوه سمحلي سيدي ستريز امبرطان والنقطة مهمة لكل مونة المستمع الكريم على بينا هذه المؤسسات ما كانتش عندهم دراسة جيدة وهما يطرحوا في عرض العمل من خلال جهاز المساعدة على الإدماج المهني برسك كي ديروا عروض العمل في البوست كلاسيك بين الأجر المنصب عليها على عادقو يفون اتنسيان بالنسبة فيما مضافي أول كما تطرح الجهاز كما حطاته الدولة في متناول لأن الجهاز يخدم شقين يخدم الشباب أفون كنا في أي عرض عمل تلقي عائق الخبرة مكانش عرض عمل ما فيشو أقل من ثلاث سنوات والوكال الوطنية توفر مثل هذه الخبرة لمدة ثلاث سنوات وهو أمر ما نرى خليني نوضح نقطة مهمة جدا فيما ماذا قبل ما يكون الجهاز مكانش عرض عمل يعني مسجل ولا وارد من المؤسسات المستخدمة وين ما تكونش نقطة الخبرة أو شرط نقوله شرط الخبرة أقل من ثلاث سنوات جهاز المساعدة على الإدماج المهني جاء بشي خفف على المبتد لبريمو دومندور هذا العائق لأنه في سنوات الإدماج ثلاث سنوات الأولى ولا ست سنوات الأولى هذاك طالب العمل لأدمجة وتحصل على الخبرة حتى أنه يدي إنتستسيون من مديري تشغيل تثبت بسنوات الخبرة التي أدمجة فيها في هذه المؤسسة لتتحسب له لدى المؤسسة في ترسيمه وتتحسب له هذه السنوات شكرا جزيزي إذن حبيت نقول بارك باللي المؤسسات في ماماضا ما كانتش تدرس لأنه نحتاج خمسة نحتاج خمسة بعد خمسة سنين أو بعد ست سنين نرسمه وندي خمسة ما نديش عربعين وللأسف عند بعض الأساس الدو أكثر من ما يحتاجون لطرحة حاليا مشكلة أو إنشغال عند شبابنا تعترسيم شكرا جزيزي نعود إليكم أساد بوكريف في خدم هذا النقاش نقول أن ما ينقص جامعتنا اليوم ربما هو إنشاءها مراكز وهذا المراكز ربما لتحضر خريجيها الجامعة في مواجهة تحديات وسوق الشغل بدرجة الأولى اليوم أنتم تقومون على مشروع مهم جدا مع مطلع الدخول الجامعي القادم فيما يخص مركز الذي يعنى بمرافقة ومتابعة المصار المهني لطالب الجامعة أكثر تفاصيل ربما أساد بوكريف فيما يخص هذه النقطة قبل أن نجاوب على سؤال تلك أحبت أن نضي إضافة إضافة صغيرة تفضل يعني يشوف الديس في الحصف الديس في الحصف الديس في الحصف وبدًا كان لجزء كان لجزء للصف مكني لكن يقولون أنه يكون لدينا سلحة ويكون لدينا أيضاً مجلسة ويكون لدينا أيضاً مجلسة لأنه لدينا مجلسة لا تتتتتتتتاً ماذا؟ المترجم للقناة وضع إلى استخرجت على الأعلى نحن المترجمين لو نستمر بأن المترجم لنسأل المترجم فقط دقيق العتد بالدع مع الهدى كان يحقنا المدرجة من المكسر أن يكون هناك من المملكة دماء سيغل في مجال المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة في إطار حديث الأستاذ بوكريف عن جل الاتفاقيات لراهيم مبرامة في هذا الشأن الوكالة هي الأخرى قامت مددت أقول مددت مدة الاتفاقية فيما يخص اتفاقيتكم مع البنوك الخمس أستاذ جايدر ربما أبعاد هذا التمديد إلى 30 من جوان أليس كذلك؟ ؟ تحدث ترجمة نانسي قنقر 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 كلمتين فقط سيدتي رسالتك ربما من هذا المنبر أنا أضم صوتي إلى صوت سيدة المديرة العامة أنه على الشباب أن يتوجهوا نحو كل هذه الأليات الدولة أعطتهم امتيازات وامتيازات كبيرة في كل المجالات في كل وكالاتنا لا داعي للخوف هو حر أنه خاصة نحو إنشاء مؤسسة الخاصة هو وكالة ونحن ندعمه باليد العاملة المؤهلة التي تساعده على إنجاز مشروعه وإنجاحه ولا يتوجه إلى وكالاتنا إذا أراد حر في اختياره للعمل المأجور وفقا للعروض المسجلة بوكالاتنا مسعى جامعة عبد الرحمن ميرا دايما يبقى مسعى قائم أستاذ بوكري في كلمتين في كلمتين حبيت أن نقول بلي أولا إذا كان واحد ما داشت دي زتود ونحن بداولنا نتمنى كذلك للمشاريعكم ونحن نعطي المساعدة للمشاريع أن تعملها مليحة لأنه لا يوجد المشاريع إن شاء الله شكرا لكم ضيوفي الكرام على هذا الإثراء نتمنى كذلك أن نلقاكم في فرص أخرى بحول الله وأنتم مشاهدين الكرام على كل هذه المؤشيرات التي أدل بها ضيوفنا الكرام يمكننا القول في الأخير أن نفوذ الدول اليوم أصبح يقف على قدرتها على الاستباق وتنفسية اقتصادها الوطني من خلال البحث والتطوير شعار أو موضوع صالون الوطني للتشغيل كان المؤسسة الناجحة الطريق عن طريقه وعن طريق الإبتكار ويبقى المسعى قائم مسعى أجهزة الدعم مسعى الجامعة الجزائرية اليوم إذن موضوعنا كما سلفتم سلف الدكر صالون الوطني لتشغيل 2018 بوادر مهنية جديدة كان موضوعنا على أمل أن نلقاكم في أعداد قادمة تحياتي تحيات الفريق العامل معي هاتيا صابحة عودة لزمالة في الاستوديو وإلى اللقاء